عبداليكم مشاهدين الكرام طموحات الأبناء وأحلامهم قد تسرقها أنانية الآباء في كثير من الأحيان فاعتقد اعتقاد الآباء أحيانا أن أبنائهم هم ملكية خاصة هذا شيء خاطئ يشكلونها كما يشاءون كما يريدون مسألة تشكل أزمة للكثير من الشباب والشابات هذا موضوع لنا سننقشه مع الدكتورة سيهامة القبندي وستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت أت شاء الله يا دكتورة وهذه الساعة المباركة أهلا وسهلا وساعة كبرك إن شاء الله دكتورة يمكن أنا شخصيا سمعت عدد من الموقع لكن ما ودي أكبر الموضوع البعض أكيد وأغنب العوائل اللي تبني عيالها تطلع بشكل صحيح تبني شخصيتها من البداية ما أحدد وين يبي يروح أعطي الحرية ويختار البعض الآخر أو المدرسة الأخرى يقول لك لا هو ملك لي في طوال يمكن سلوات العشر أو العشرين الأولى بعدها يختار اللي يابي أي هم الأفضل أنا مع المدرسة الأولى بأن التربية هي فن فن إدارة حياة أبنائك إلى أن تصل فيهم إلى مرحلة الأمن والأمان بحيث أننا بالفعل تكون مقتنع بأني أنا بنيتهم بالشكل الإيجابي الجميل اللي يخليهم يعيشون حياتهم يمكن دائما نقول أن رب وأبنائكم لي عالم مختلف حتى عن عالمكم قضية أن الآباء ينظرون بنوع من الريبة لجيل أبنائهم يعني دائما نحن كأباء نتوقع أن أبنائنا أقل معرفة في إدارة حياتهم وبالتالي يجب أن نحن نسيطر حتى على مساراتهم واختياراتهم كلها أنا أعتقد أن هذا خاطئ جدا ولو نتذكر بالضبط لأننا إحنا شنو كنا نعاني من أبائنا قبل رح نلقى أن هي هذه المشكلة موجودة من الأزل بداخل كل الأهالي فإذن المدرسة يقولت ما أثر عليش دكتورة ما هي كانت موجودة في كل الأهالي وما أثر على جيلنا ولا أثر على مجتمعنا ليش منبالغ ونقول الجيل اللي هي رح يأثر عليه سيدي الفاضل هذا سؤال دائما أنا أسأله للجميع هل نحن بالفعل أصحاء نفسيا غضية أن أشعر بالصحة النفسية الداخلية معناته أنه مارست بحياتي الحوار مارست بحياتي أن أكون صديق لأهلي مارست بحياتي أن أبني ذاتي وقوة شخصيتي فبالتالي لما أطلع للمجتمع أستطيع أن أختار وأنا مستمتع باختياري حياتنا قائمة على الاختيار الصحيح الآن الأهالي اللي سندون أولادهم من البدايات على فكرة هو شنو اللي خوف الأهل بأن يعطي مساحة من الحرية لإبنه بداخل البيت هي مشاكل الأهل نفسهم الآن إذا كنت أنا كولي أمر عندي إشكاليات نفسية أعاني منها فبالتالي السلطة والقوة اللي أنا أستخدمها كأساليب تربوية هي بالفعل اللي تربك الحياة بداخل الأسرة المعنى هذا أنه كل ما كان درجة وعي الأباء أنا أعتقد أنه وعي الأباء مفاهيمهم نوع الراحة النفسية اللي هم يشعرون فيها رغبتهم في بيت حميم الآن لما نتكلم عن أسرة على فكرة الأسرة بالفعل هو قرار أني أنا قاعدة أنشئ بيتي أو أسرتي بشكل حميم جداً بمحبة بحرية بتعاطف بسد حاجاتهم معنات أني أنا مستمتع بما أقوم فيه مستمتع فبالتالي بالفعل حتى الأبن ممكن يحقق لكل اللي أنا أحتاجه ولكن الأبن يحقق براحة صح بقناعات بأنه بالفعل ولي أمري أو أمي أو أبوي فاهمين أو أني أنا عندي قدرة حتى أقول لهم شنو نوع الاختيار اللي أنا أحتاجه طبع دكتورة أنا أعتقد أن عامل الخوف من أن الطفل أو الأبن أو البنت في عمرها الأول ما تعرف نصلحة نفسها فأحنا نلبسها ونوكلها ونعلمها تبدأ تكبر إلى الآن هي عل ونكبر معها وننظرها بنظرة الطفل لي متى؟ لي وين؟ لين يدخل الجامعة ونقول لنا نختار تخصصك مونده؟ صحيح لأن أنت إليه الآن ما تعرف شنو مصلحة نفسك هالشي يأثر على الشاب أو الشاب وايد وايد هذا يهدم شخصياتهم الآن لو ردينا كل الأساليب اللي الأهالي يستخدمونا في داخل بيتهم سواء كان التدليل زائد بني أنا أدل الأبني أكثر من اللازم لأنه حرام صغير ما يعرف يختاره ومستنسع فيه وأول طفل ولا أصغر طفل ولا طفل وحيد ولا أين كانت المسميات في تدليل في تدليل الأبن يبطل ليعرف يختار فيظل دائما يبحث عن وين أمي وأبوي لأنهم اللي رح يلتقطوني هم رح يساعدوني الآن لما هو يطلع ويروح لحياة الخارجية يبتدي يروح للمدارس أو الجامعة أكيد رح يتعثر لأن ما في ذاك السند اللي 24 ساعة معه الآن الأسلوب الآخر بأني أنا أختار لأبني أنا أختار لأبني الأبن يتأود أن ما يثق في نفسه وفي قراراته الآن مختلف عن يعني لما أنا أخذ مثلا فلنفترض بنتي فلنفترض أخذها معاي السوق من وي صغيرة أبتدي أنا أختار لها ملابسها ما ما يمكن مثلا هالبلوزة حل ولا هالبلوزة رح تطلع سمرة أكثر من اللازم أخذ اللون الأبيض يعني تلقى أنه إذا أنت تقمع أبنائك حتى في اختيار الأشياء البسيطة يعني أنا شنو ألبس مثلا ما يمنعنا وإنتوا طالعين مع بعض تورينا الأشياء تشوفين هي شنو تختار شنو ذوقها بالضبط اكتشف أولادك شنو يحبون سواء كان أكل سواء كان لبس سواء كان أفكار اسمعهم الآن هي قضية كبيرة من القضايا الكبيرة اللي في داخل الأسرة أن الأهالي إذا ما كان عندهم هذه الثقة والراحة الداخلية القمع الزايد أو السيطر على الأبناء هي مهرب بالنسبة لهم من مواجهة أبناء وتربيتهم بطريقة مريحة الآن الطفل اللي متعود على حرية التعبير عن نفسه من هو صغير بني كمثال لأنه ليش كل يوم تعطوني الحليف فلنفترض من غير حطي لي مثلا بنيليا شوكلت على الأقل أحبه ليش تفرض علي نوع معين خليني أختار فكل هذه الاختيارات تعودة أنه ينشأ به ثقة ينشأ به حرية يكون تكون الذات عنده مرتاحة الذات مش متأزمة الذات ما يشعر بأنه هو مهمل فبالتالي أهلي يكرهوني إذا أنا مثلا نجحت وأهلي ما كافؤوني المكافأة لا تعني هدية المكافأة والله أننا بالفعل ولدنا سبع ولدنا يعني فبالتالي كل هذه الأمور مؤثرة الدكتورة يمكن وايدة مثلها حصلت أهلي طلبوا مني أدرس طب أنا ما أحب أدرس طب ودونس تسعة سنين طب وتخرجت وغيرت التخصص البعض الآخر هل يلزموا علي أن يتزوج البعض الآخر ما نختلف لأننا من ربينا عيالنا مهم صغار طاعة الله ثم والديك في كل ما يقولونه ما لم يخالف الشرع طيب وين الحدود؟ هل أعطي سك كامل للوالدة للوالد باللي تأمنون فيه أنا حاضر بعض الأهالي قد يأخذها بنوع من قطع الطين أنا بشكلها فأديش التخصص فلاني وتتزوج المرأة الفلانية أو تتزوجين فهذه ليه عمر متقدم الولد ما فيه شخصية؟ أو هو يأخذها من باب الطاعة؟ طيب ليه متى؟ وشنو حدود هذه الطاعة؟ والله يشوف مثل ما قلت خاصة نحن كمثال كمسلمين عندنا طاعة الأهل وهذا فقط أنه يجب أن يكون أنا ما أقط اللوم على الأبناء أنا أقط اللوم على الأهل بالأخير مثل ما قلت إذا كان هذا هو الطينة اللي أنت تبت شكلها شكلها بشكل صحيح طاعتك هو راح يطيعك ولكن خليه يطيعني بمحبة ولا أنه يطيعني فقط لإسكاتي صح أو لأنه مثلا كمثال سوي لي يعني هو يريحه وخليك أنت عايش حياتك الثانية بينك وبين نفسك هل بالفعل راح أكون مستمتعة أنا كولية أمر إذا كان ابني أو بنتي لهم حياتهم الخاصة بعيد عني؟ الآن إذا كانت كمثال حصل لهم موقف وبالتالي بدل ما يستنجدون فيني مفروض أن الأم والأب يزرعون بداخل أبنائهم هذا النوع من الأمان والثقة بأننا نحن موجودين لكم موجودين لمصلحتكم بدل ما أنه كمثال أنه أنا حاط الحدود وبعيدا عن هذه الحدود فبالتالي أنت معاقب عندي الآن الاختيار إذا فرط على ابني أنه لازم تدرس طب هي هذه إشكالية على فكرة الناس ينظرون إلى أن النجاح متعلق أو أن أنت تكون كمثال سوفر في المجتمع لازم تكون دكتور طبيب ولا دكتور جامعة ولا مهندس ولا محامي مستشار حطين بعض المستمعيات حتى في بعض الدول يسمونهم هذه المهن القمة الآن هل هذا هو النجاح الحقيقي؟ نهائي الآن أنت إنسان متميز في آدائك في عملك وناجح جدا ولكن جمهورك ومتابعينك فبالتالي بداخلك تشعر بهذه الثقة العالية وبالنجاح الكامل معنات أن كل إنسان فيه مقرة وفيه مكانة وفيه وظيفته هو يشعر أنه هو أفضل إنسان في الدنيا فبالتالي خلين يا ربي أولادي أن يكتشفوا وين النقاط اللي تشعرهم بهذه القوة يطلقوا ما بداخلهم الأهالي مسؤولين بالنهاية دكتور راح لكن أحنا بين حالتين الحالة الأولى يقول لك أنا سمعت رأي الدكتورة وعطيت لبنية وعطيت الولد حريتها وحريتها ومعارف يدبر أموره وإن تدخل قلت لي لا تدخل طيب أنا فيه ترق ضايع ترق التوجيه ترق الثقة شنو هو المفروض أعطيه الطفل أو أعطيه الشاب وخليه يأخذ قراراته سواء كانت صحيحة أو خاطئة أو يتحملها سيد الفاضل الآن التربية لا تأتي أو حتى قراراتي معه ماتي لما يوصل عمره عشرين بيختار توني حين أنا أبتدي نهائي متأخر جدا الآن التربية والثقة واكتشاف الذات تبدأ من اللحظات الأولى هو معاك في البيت الآن أنت النموذج الرئيسي عنده إذا أنا أبي أربي ابني على صدق فأنا أكون صادق في تعاملاتي إذا أبي يكون محب للعمل فأنا أكون محب للعمل وللإنجاز وبالتالي أتكلم عن الإنجاز أتكلم عن تحقيق الذات أتكلم معهم في كل التفاصيل أرجع من شغلي وإنتوا قاعدين على الغد يكون هناك حوار مفتوح بمحبة واليوم صار معي في الدوم تدروني اليوم حصلت هالكثر وعطوني بونس لأني تلقى الأب ناصج بابا حتى هنا المدرسين قالوا هذا الحوار هو اللي يخلق الآن لما الأبو يتكلم على أن أنا ما أحب التأخير وأنا لازم أحب الانضباط وأنا أحب العمل أحب الإنجاز أحب هذا هذا أنت قاعد تحط لهم القوانين الواضحة اللي يعني هم رح يخضونها منك الآن أنا قاعد أقول أن الجينات اللي نحن ناقذها من أهلنا مو بس نوع الدم وغيرها الآن حتى السلوكيات اليومية من ممارسات أمي وأبوي جدامي أنا قاعد أستوعبها إذا كان فبالتالي إذا كان الأب يسمح لنفسه بالتدخيم بشكل مباشر لأولاده يقدر يقولهم لا تدخنون أكيد لا فبالتالي كن أنت القدوة والأم كوني أنت قدوة واضحوا هذه الأمور تلقى الأبناء استوعبوها من البداية وخذوها في خاطر ما يدرون أن هناك غلط عن هذا الموضوع لا رح يستوعبونها فليش المرات يقولون أن حتى في مرحلة المراهقة لما يكون فيه لأنها هي هذه السمة المراهقة يكون فيها مثلا والله أنا أقلد ربعي أو أطلع شوي من طور الأسرة إلا أنه مجرد أن يعديها ويصل لمرحلة النطر ترجع البرامج أجملت أم أبو لأولي أكلها في ذهنه ويبتدي يمارسها طيب الزغار دكتور رحيم كل الزغار هم الشريحة الصعبة الأغمض اللي أنا ما أعرف شنهما مجرد أنه يبدأ يخط يدش بارماركت أو شيء يلقط أي شيء جدامه ما تفيدك يا ماما لا أبي أخذها ما تفيدك يا أبي أخذها بإصرار أو أبي هذه الشغلة من عيادي من فلوسي ما لكم شغلة أنا بي خيارين بيني أقول له على راحتك وحريتك وفلوسك أنت ميمعها واشتر شيء اللي ما يفيدك وبين أني أوجهه وقد يصر على ما يريد أخليه شو سوي دكتور أنت مكاني المرأة كثيرة أي محتاجين نخليه الآن هو هو ينظر لأني أنا أبي أجرب الاختيار أنا أبي هالزرعة ماما بس هذه صناعية ما تفيدني ما رح تفيدك بس أنا أبيها مو فلوسي أنا أبيها فأنت لازم تمارس معا الحرية تمارس معا الحرية يعني لي مرة لي مرتين خلى لما يوديها البيت ويشعر بعدين ما لها قيمة شفت ما ما ضيعت فلوسك شان شرين الزرعة الثانية اللي ممكن تضلو يعني يبتدي مع الحوار مع هذا ما يمنع بالأخير كلنا نطيح نتعور ونداور ريولنا ونكمل نوقف صحب يقول ما يمنع حياتنا ما لازم تكون لازم تكون مثالية أمية بلمية ما فيها بعض الأخطاء هذه صعبة حتى رب العالمين يعني خير التوابن هم الخطائين يعني كل ما خطأ وتبت عندي أفضل بالتالي أنت قاعد تتبين أن أنت إنسان طبيعي فبالتالي حتى هذه الأخطاء أنا لما أعطي مساحة حرية وأراقبها من بعيد حتى لما يطيح ويقوم ما رح يكررها يبتدي هو يعني يجرب نفسه الآن لكن لا تجرب أنا أقولك عن تجربتي وشنو وصلت لها هو ما تجرب ما تجرب خلني أجرب ما تجرب خليني أجرب مدرسة لا و بس هذه أكره مدرسة عندي ليش لا لا تمشي حافي مثلا أنا أذكرها لا تمشي حافي وأنا صغير خالني يقول لي ليش بس لا تمشي أنت حافي لأنني أشقت ريلي وعرفت أن الأشياء نلبسه صحيح ليش إذي قولي ليش إقنعني ضروري هي قضية إقنع قضية حوار قضية محبة أنا أؤمن بأن العائلة هي مركز حب كل ما كان والحب لا يعني أن أنا لأني أحبك أتركك تثبه ذا لا معناها لأني أحبك أخاف على مستقبلك فخلينا نخطط مع بعض ما ما تعالي خلنسول خلنقول بشونه تشعر الآن لما أناقش معه وتقول لي فلنفترض أنا ما أحب أدرس الطب أفضل أني أنا أدرس فلنفترض الموسيقى أو الرسم أو الإخراج أو أي إن كان أي إن كان كونها تلاقي نفسه في هذا المجال ورح تبدع فيه بس المجتمع ممكن يرفضك لو تكونين طبيبة الناس ينظروا لك بحيبة الآن هي هذه أفكارنا الآن لاحظ في كل دول العالم تخلصوا منها الأفكار تخلصوا منها تخصص اللي تبيه عيش تخصص أذكر في يعني دائما يقولون فيه دكتور أذكر درس طب وخلص ولكن يشتغل بالأخير ممثل وأبدع في مجاله والناس تحبه فلما يقعد يقولون أنا كنت دارس طب فيقولون تهدد طب عشان التمذيل عشان يقول لهم ممكن أروح العيادة وممكن أطلع فلوس بس أنا هنا بمبسط نستمتع يعني أنا قاعد يحقق ذاتي بالأخير إحنا ليش موجودين في الدنيا نشتغل نتزوج نيبع عيال كل هذه الأمور ولكن يجب أن تكون بمتعة الآن رب عيال كنت مستمتع يش كثير بيعيشون عندك في البيت ليل عشرين ليل خمسة وعشرين بيطلعون بعدين بحياتهم خلي يكونوا طالعين وشائلين بداخلهم بذكرة جميلة عن هذا البيت بحيث أن في كل لحظاتهم يحبون يرجعون له خلي أنا يتراوالي بالفعل صلة الرحم والمحبة هي أني أنا أهيلك وانا شاهل بداخلي أجمل أيام حياتي معاك دكتورة أنا دائما نصر بيها الموقف ما ودي أقعطعك على آخر الدقائق لا أقول خلص لك دكتورة دكتورة سيهامل قبندي أسادة المجتمع في دولة الكويت في جامعة دولة الكويت شكرا لك يا دكتورة بالنهاية أعتقد أن الربط لا يمكن أن يكون مع عيالنا بطريقة أوامر خصوصا الجيل القادم اشرح لي فهمني وعلمني وخلني أخذ قراري رح أطيح وأتعور وأنزل وأتعلم من هالدنيا مثل ما غيري تعلم لكنني أقول لك لا وإحنا نعرف ماكو شي إحنا تعلمنا بهالعمر وبهالبلد وعشنا على تربية وحدة حب الشي تبدع فيه لذلك إحنا عاشقين هالبلد أنتم طول العمر عاشقين هالبلد